شاركت مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في ملتقى الحكومة الرقمية 2022 والذي يعد حالة رقميا رائدا تقيمه هيئة الحكومة الرقمية بالرياض ويجمع الملتقى متحدثين رفيعين المستوى من الوزراء والمسؤولين والمتخصصين بمجال الحكومة الرقمية على الصعيدين الإقليمي والعالمية ويأتي عقاد هذا الملتقى الذي أقيم تحت شعار نحو أفق رقمي واعد بهدف استعراض إنجازات الحكومات الرقمية وتعزيز التواصل وتبادل آخر المستجدات المتعلقة بالتحول الرقمي وقد شارك الرئيس التنفيذي بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد في الجلسة الحوارية الثانية من الملتقى والتي جاءت بعنوان مستقبل الحكومات الرقمية وفق أبرز المؤشرات الدولية حيث استعرض خلالها تجربة مملكة البحرين في مجال الحكومة الرقمية وأكد بأن المملكة وبفضل الدعم غير المحدود والذي توليه القيادة الحكيمة حفظها الله فقد تمكنت من توفير بنية تقنية عالية الجاهزية وقنوات إلكترونية متنوعة عززت من توفير الخدمات الحكومية إلكترونية للمواطنين والمقيمين وإتاحة مجموعة من الأنظمة الحديثة التي حققت الربط والتكامل الإلكتروني بين العديد من الأنظمة الحكومية